واحد عنده ولد واحد عمره خمسطار سنة علموا لايس كريستال فنما انجذر يجيب الخرطوم يعالجه اضطر انه يشتري له جرعة بتاعة لايس كريستال عرف الله لانه الولد دخل في حالة تشنج وبدأ يستفرق دم لانه ما ماكن استفرق دم قلبوا من باب العاطفة حن عليه وشال منه رغم المرويج واتصل عليه وقال لايس اعلنا جرعة بتاعة لايس واتفقوا على قيمة الجرعة اربعين الف حكا ليه ولي الامر قال ليه اشتري له الجرعة باربعين قديته نص الولد بيقى يكوري ما بتكفيني ما بتكفيني يا ابو يزيد قال ليه والله ازيد لك قداه جرعة واليوم الثاني قداه جرعة وساروا يجاب الخرطوم عشان يعالجوا باع العربية الجبيهة لحد ما وصل الخرطوم ومفكر قال ليه حاليا مفكر ابيع البيت اودي ولدي القاهرة يا اخوان والله تعاطي المخدرات نحن والله في ناس اخواننا ما بيفرقوا بين الرعاية والتربية يظن ويعتقد ان التربية دي توفير الطعام والشراب والعلاج والتعليم يقول لك انه والله الذي ما قصرت فيهم هذه رعاية بارك الله فيك التربية ان تربي ابنك اولا على توحيد الله تبارك وتعالى وتربيهم على العقيدة الصحيحة وتربيهم على المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد وتربيهم على مكارم الاخلاق وعلى صلة الرحم دي التربية التي ننشدها وهذه التربية التي يجيب ان تكون في الناس ما بيفرق لشان كده ما بيسعى الولده يعني تارك الحبل على القارب الى ان يقع الفاس على الرأس يجيب بعدين اشتكلك يقول لك يا اخوان الله الولد عزبني والولد والله اللي يقول كل يوم يجيني سكران والولد والله بيقول تعبنك دي ما تربيتك دنتاج تربيتك انت من الاول فالرطة النبي عليه الصلاة والسلام قال مرأ ولادكم بالصلاة وهم ابناء كم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع انت اذا كنت تنجي الصبع بتخلي نايم لسه صغير سبع سنة صغير تمانية سنة صغير عشر سنة صغير اثنان سنة صغير لما نيسن سبع طائر سنة يا ولا صلي يا حاج عمي صلي انت شوف شغلتك شوف ربك انا ما ترسل دي الحاصل الان